عناصر شبكة داخل التشكيلات الأمنية العراقية جرى ضبطهم وهم يعملون على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات بإسماء مستعارة تقوم بالابتزاز والإساءة والمساومة من بينهم ضباط برتب نقيب ومقدم وعقيد وعميد ولواء بأجهزة مختلفة في وزارتي الدفاع والداخلية هذه الشبكة التي أحيل ضباطها إلى الإمرة بعد فتح تحقيق رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية تواجه الإجراءات القانونية وتحقيقات جدية للوقوف على دوافع قيامهم بالابتزاز والإساءة لسمعة الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية ووفقا للتحقيقات الأولية فإن الضباط المتهمين وأعضاء هذه الشبكة اعتمدوا على عدد من المبتذلات ونشري المحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتمتعون بالغطاء والحماية السياسية والمالية وحتى الأمنية من قبل مسؤولين كبار يتوقع أن تكشف التحقيقات حال اكتمالها عن أسمائهم الصريحة وبدى مؤخرا أن ظاهرة المحتوى الهابط للمبتذلات اجتماعيا المحصنات سياسيا وأمنيا في ازدياد ملحوظة وامتد الأمر ليكون فيما بينهن ذلك أنهن يتقاذفن الاتهامات ويتهمن بعضهن الآخر بالاعتماد على شخصيات تحمل صفات ومناصب ورتبا عالية في وزارتي الدفاع والداخلية وهو الأمر الذي استدعى الوقوف عند هذه الحالة الخطيرة ويطلق مختصون ومسؤولون نداءات إلى جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية ضباطا ومراتبا بضرورة الابتعاد عن هكذا أفعال تسيء إلى العمل في هذه المؤسسات وإلى تاريخهم وحتى إلى عائلاتهم وعدم الإنجرار بتصرفات وأفعال بعيدة كل البعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها المكلفة بها اشتركوا في القناة